مثل خير تسربوا تبخروا قاطعوا مثل الحلم راحوا اركان الحوار تركوا طاولة الحوار شبهة وحيدة واودعوا مفاتيحها قصر بعبدة الذي لم يعلن انهزامه بعد امام عمليات الانسحاب بدأت بعون وانسحبت على فرنجي وارسلان ورعد وحردان ويضاف اليهم جنبلات المتغيب بعذر والجميل المسافر العائد المشهد المتقهقر الذي طير نصاب الجلسة لم يدفع القصر الى الالغاء الفوري او تحديد موعد جديد لالتئام هيئة الحوار لان الرئاسة كانت حتى ساعات المساء عازمة على فتح ابوابها لمن حضر لكن هل يستقيم النقاش في غياب اهل الصبي حزب الله المقصود والمعني باي استراتيجية دفاعية وفي مطلق الاحوال فان لا شيء سيضيع على المشاهدين الكرام فان انعقدت الهيئة سيتم التأجيل لشهرين وان لم تنعقد سيتم التأجيل لشهرين وهي الفترة التي سيتضح فيها استراتيجية القرار الظمني مرحلة من شراء الوقت الذي اصبح ثمنه السياسي اغلى اليوم لاسيما مع الحديث عن صدور القرار الظمني في كانون الاول ديسمبر المقبل وهذا امل ابداه رئيس المحكمة انتونيو كاسيزي الذي انزل على وفد الاعلاميين اللبنانيين في لاهاي بشكل مباغت ووشى على المدعي العام دانيال بلمار ومواعيده واضهر كاسيزي انه كان يطارد بلمار في المقاهي الهولندية لاستراق موعد صدور القرار ولحثه وسؤاله لماذا لم يصدر القرار بعد لكن المدعي العام كان بئرا عميقا كاسيزي دعا الى التعاون مع المحكمة وتهدئة النفوس حتى ولو كان هو رئيس الموساد الاسرائيلي كما قال ودفعا نحو استعجار القرار من الجانب الامريكي قدمت واشنطن اليوم عشرة ملايين دولار تمويلا للمحكمة الدولية ليصل مجموع التمويل الامريكي الى ثلاثين مليونا وقد كان بيان السفارة الامريكية ينضح بالحماسة فاشاد بالعمل الشجاع لهيئة المحكمة ودان هجوم العيادة والدعوة الى عدم التسامح وجهود زعزعة الثقة بعمل المحكمة وشدد على وجوب استمرار عملها وقال ان سيادة لبنان غير قابلة للمساومة ولي يفلت مرتكبو الاغتيال السياسي في لبنان من العقاب وكل ذلك بعشرة ملايين دولار عدا ونقدا وفيما لوحظ في بيان السفارة تلويح بعدم تأمين الاستقرار في لبنان كان السفير جافري فلتمان يهاجم سوريا مباشرة وبشدة قائلا ان اصدقاء دمشق في بيروت يقودون استقرار لبنان فلتمان سمع في بيروت قلقا عميقا من عدم تقارب نصر الله مع المحكمة لكنه لم يسمع قط ان اسرائيل لم تتعاون ولم تقدم ورقة واحدة للمحكمة اذا موقفان لرئيس المحكمة الدولية انتونيو كاسازي الاول يعرب فيه عن امله بصدور القرار الاتهامي بحلول الشهر المقبل والثاني يأتي على لسان مسؤولة مكتب التواصل في المحكمة وجد رمضان يتمنى فيه كاسازي ان يصدر القرار الاتهامي ولكنه ينفي علمه بالتوقيت التفاصيل